بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بالدكتور هاني البنة مع المادة تجارب ومؤسسات خيرية وإنسانية المحاضرة الثالثة الدعم النفسي الإنساني تفضل دكتور حياك الله شكرا الحمد لله والسلام على رسول الله ونشكر أكاديمية رواد ونشكر الأخت أميرة والأخت هاجر على ترتبهم لكل هذه المحاضرات عن موجود الكبير بيوم به نشكر الشباب والأخوات اللي خلوا معنا في المحاضرة اللي فاتت واللي حيكونوا معنا النهاردة إن شاء الله الموضوع ده بتاع الدعم النفسي موضوع متخصص جدا موضوع في غاية الأهمية وأنا لا أدعي فيه أنني طبيب نفسي ولكن أدعي أنني ممن اكتشفوا الأزمة الكبيرة النفسية التي تواجه العديد من أبناء المجتمعات في العصر الحديث اللي احنا بناش فيه لأسباب كثيرة جدا 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 أنا حذكر في الفيهرس هذا الموضوع أنواع الأسر اللي أنا عرفتها وبعض التعريفات وهذه الأنواع ليست هي يعني كل أنواع الأسر قد يكون فيه أسر أخرى أنا لم أذكرها تذكر فيما بعد بعض التعريفات اللي أنا أعطاها بنفسي وفي نفس الوقت المشاكل اللي بتعراجه مثل هذه الأسر وكيف نحميها من خلال بناء الأسر الشريحة التانية دي الفيهرس بتاعنا اللي هو فيه عشر نقاط أنواع الأسر التعريفات الحاجة للدعم النفسي المؤسسات الاجتماعية والإنسانية عايزين نعمل وحدة أو إدارة للدعم النفسي في كل المؤسسات تكون من إيه وليه أنا بأصر على أن النساء يتولوا هذه الإدارة ثم ناقش اللي أنا كتبته ورسلتها تكون موجهة لكم إن شاء الله تخضى لي الفكرة بتاعت إنشاء وحدة الدعم النفسي دي أو إدارة الدعم النفسي أو قسم الدعم النفسي أو حتى يكون مسؤول للدعم النفسي بدأت تجيلي لما بدأت أفكر وده مهم جداً في المدراء الكبار ليكون جزء من الوصف والوزير بتاعهم ويكون عنده وقت للتفكير ويكون عنده وقت للتفكير لما كنت في التنفيذ دمان لغاية 2008 كنت مش فاضي أنزل المجتمع من حولي كنت دائماً أجري علشان ننفذ مشاريع ننفذ مشاريع ننجمع أموال إلى آخر فبدأت لما بدأ يكون عندي بحبوحة من الوقت أراجع مسيرة بتاعتي خلال الأربعين سنة اللي فاتت السلبيات في حياتي التحديات في حياتي الإنجازات اللي حصلت وأنا موجود إلى آخرة وقات لي الفكرة بتاعت إنشاء قسمة أو إدارة أو وحدة أو حتى مكتب للدعاء أو حتى شخص كل مسؤول فسألني واحد من الناس منهم قال لا الله يعني إحنا في مستشفى أو إحنا في عيادة الأمراض النفسية والعصبية أو في صحة طبية وإحنا مالنا بالحاجات دي وإحنا مالنا إحنا بنتكلم عن جمعيات إنسانية وجمعيات اجتماعية وجمعيات تنموية وجمعيات حق الإنسان إلى آخرة يعني ليه يعني تفرض علينا وحدة أو قسم أو إدارة الدعم للنفس أنا أقول إن إحنا في هذه المؤسسات نتعامل يوميا مع مشاكل متعددة ومعقدة ومركبة لكل فرد نتعامل معه في المجتمعات فلذلك كانت إجابتي طبعا إحنا مش مستشفى ولا عيادة نفسية بالعكس إحنا جمعية نتعامل مع كل هذه الأنسجة المجتمعية مع كل أفراد والتشكيلات المجتمعية المختلفة مع كل الثقافات والعرقيات والتواريخ والقيم والأخلاقيات والفلسطفات بتاعات الناس والمشاكل اللي بتواجههم دي حاجة عادية بالإضافة إلى مشاكل السياسية ومشاكل الأمنية بتواجه المجتمعات دلوقتي مشاكل اقتصادية متركبة كوارث طبيعية حروب استراعات مصلحة مشاكل الفقر البطالة الهجرة التشرد طلاق رقد المعيل النزوح اللجوء كتير العنف الأسري إلى آخرين كل هذه المشاكل بدأت تطلع على السطح أو تطلع على قمة المشاكل اللي بتوعي بجهة الأفراد في كل المجتمعات اللي احنا بنشتغل فيها فأصبح لزامنا علينا احنا كمؤسسات يا شباب ان احنا نفكر جديا في انشاء هذه الأقسام كي تتواكب مع ما تتعرض إلي من بقى هذه الفئات الضعيفة داخل المجتمعات الفقيرة والمهمشة والمشتتة في نفس الوقت بقى هي ضعيفة مجتمعات فقيرة وهمشة ومشتتة ما اصبحش كافي لنا الآن بقى ان احنا مشارعنا بمنأة عن هذا الفكر بدون ان يكون عندنا حد بيفهم في الدعم النفسي تركينا اخصية اجتماعية او دكتور او طبيبة لابد لماذا ان اي مشروع نعمل في المجتمع بيتقاطع مع المشاكل اليومية التي تواجه اصحاب الحقوق من الفقراء والمساكين فلابد ان يكون هناك ذراع اخر غير ذراع كتابة المشاريع وجودتها ومراجعتها هو معرفة نفسية المجتمع اللي احنا او مجتمعاتها مشتراتية لماذا بقى لتعدد نوعيات الاسر اللي احنا متعامل معها كجمعيات اسر كتيرة انا يمكن احسكوا منهم اتناشر فقط تعدد نوعيات الاسر تتعامل معها هذه الجمعيات داخل العديد من هذه المجتمعات المتحركة النزوح في تحرك اللجوء في تحرك التشريد في تحرك الكوارث المجتمع بيتحرك الزلازل وهكذا فكل هذه المجتمعات متحرك كمان من مكان الى مكان هدفي من كتابة البرقة دي ما هوش تصنيف الاصر فقط اللي بتعيش داخل هذه المجتمعات في ظروف قصة لغاية بل مكان وما زال هدفي هو النظر والتركيز بالدرجة الاولى على مستقبل الاجيال فلو كان في مجموعة كبيرة من الشباب اللي بيسمعوا اليوم اللي معنا اليوم يشوفوا الشباب او الاطفال اللي خرجوا خمس سنين أو ست سنين وقصة بعض الوقت عندهم خمس شوار سنة ومصيرتهم في المخيمات او بدون اب او مصيرتهم في المركز الاجتماعية او مركز الايواء يدل صحيتهم النفسية في كتير جدا منهم ما تعلموش اي مستقبل اللي حقابل مثل هؤلاء الاصفال لما يبعوا رجال هو النظر والتركيز درجة اولى على مستقبل الاجيال لان سوف تنم وتطرعرع داخل هذه الاسر وهي محاطة بكل هذه التحديات والعوائق وهي محاطة بكل هذه التحديات والعوائق تفضلي دي بعض الصور انه سمتها ساعات كده بيحصل لتجليات طبعا انا مش فنان الحمد لله لاننا المحاضرة اللي أنا ملخصها النهاردة في ساعة كانت كانت محاضرات موجودين عندي على اليوتيوب لو لقناها الربط بتاعها ممكن اختهاج تبعتها للاستاذة اميرة ودي كان كل صورة بتعبر عن نوع من أربع الأسر والدوائر اللي فوق الرؤوس دي هي المدارات او الطبقات اللي بتحمي الطفل وداخل الأسر منطبق الاثنين لخمسة لعشرة الى ميل فانا اجتهت يعني في عمل اتناشر او تصنيف النوع الأسر الاثناشر نوع اول حاجة الأسر مستقرة وداخل الأسر مستقرة الاكثر استقرارا في المجتمع المستقر اتنين الأسر مستقرة في المجتمع المستقر ثلاثة الأسر المستقرة في المجتمع المستقر والتي راحل عنها الأجداد الكبار أربعة الأسر المهاجلة في المجتمع المهجر المستقر ولكنه غريب عنهم الأسر المطالبة هم منوعين من أنوع الأسر المطالبة للمطلقات وأسر الايتام المجتمع المستقر ويعيش الأطفال في حالة الطلاق مع الأب أو الأم وبعض أحيان مع زوج الأب أو زوج الأم وبكذلك ده بنسبة المطلقة وكذلك بنسبة قصة الأيتام بنسبة قصة الأيتام الطفل بيعيش في المجتمع بتاعه أو مجتمع غير مستقر وهكذا لأن في القصتين خمسة وستة ده بينفصل الأب عن الأم فبيحصل عدم استقرار لأطفال وفي نفس الوقت بالنسبة لليوت طبعا أكيد الأطفال فقدوا معين كبير جدا بالنسبة نمر سبعة قصة النازحين أو داخل الوطن تأكد مجتمع مستقر أو غير مجتمع أو غير مستقر وسط اللاجئين المخرجوا يعني النازحين الموجودين في سوريا في الداخل خرجوا من راحوا مثلا من حمص وحماء لإدلب منطقة بتاعة الريف دي الناس عايشة فيها أو اللاجئين المخرجوا من سوريا وأصبحوا الوقت موجودين في لبنان وتركيا والأردن نمرأ تسعة أطفال الشوارع تسعة في مجتمع مستقر أو مجتمع غير مستقر نمرأ عشرة أسرة الأم المعيلة في المجتمع المستقر أو غير مستقر نمرأ تراحة نمرأ 11 أطفال غير معلوم النسب في دور الرعاية نمرأ 12 معسكرات التعذيب والسجون والمؤتقلات والأسرة المختلفين قصرية ودخولوا الجيوش المنتصرة إلى المدن دول 12 أسرة من أنواع أنا اكتبت فيهم وأنا مش متخصص لكن المتخصين ممكن يحولوا هؤلاء إلى منظومة من أنواع الأسرة المختلفة ممكن يطلعوا 20 30 40 50 على حسب من المتخصصين من الباحثين الاجتماعيين يصنفوا مثل هذه الأسرة في المجتمع تفضلي دي بعض التعريفات اللي أنا وحقولها قبل ما نبدأ في الكلام علشان يكون الأمور واضحة بالنسبة لكم الاستدراك الإضاحة ده بيقول أن كل مكون داخل كل أسرة يعتبر دائرة أو طبقة أو مدار أو مجال نحمي بداخله الناشيع من الأطفال إيه بقى هو إيه المكون ده أو إيه الدائرة دي أو هي الطبقة دي أو المدار ده الجد طبقة بتحمي الأب طبقة بيحمي الأم طبقة بتحمي الجيران طبقة بتحمي الأصدقاء طبقة بتحمي والأقارب طبقة بتحمي كل هذه الطبقات داخل الأسرة بتحمي أطنى شيئا ما يبقاش الطفل يتعرض لعنف من أبوه أو من أمه وجده ما يحميهوش أو خلته أو عمته أو جيرانه أو أصدقاء الأب أو إلى آخره فطبقات دوائر أو طبقات أو مدارات أو مجالات في الأسرة بتحمي الطفل من هذه الأشياء كل هذه الطبقات أو ما يسميها البعض مدارات أو مجالات تعتبر موانع لماذا؟ للانحراف والضياع والهلاك كلما ازدادت كلما قاومت الانحراف والضياع والهلاك وكلما قلت كلما ازدادت دوافع للانحراف والضياع والهلاك واضح أن كلما ازدادت هذه التبقات من الحماية كلما أصبح الطفل في من أبعيد عن الانحراف والضياع والهلاك ونما تقل يكون العكس تفضلي في تعريفات الأسرة بالنسبة لنا أو اللي احنا تربينا عليها في بلدنا أو اللي ربنا علمهننا ورسول الصلاة والسلام علمهننا وكل الانبياء هي الأسرة زوج وزوجة أنا متجوز مراتي مراتي واحدة ست وأنا واحد راجل خلاص متجوزين جواز شرعي لماذا؟ يحفظ حقي ويحفظ حقي مراتي ويحفظ حقي أولادي على سين أطفال لما نخلفهم يكون لديهم حقوق دين المرة واحدة ايه هو المجتمع المستقر؟ هو المجتمع الذي يتمتع فيه المواطن بكافة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحكمه دولة القانون والمؤسسات ويتمتع مواطنيه بمساحة كافية من الحريات والعياذ بالله هذه التوهزة الوصف لا يوجد في كثير من الدول اللي هي عارفين أسمع دون ذكرها المجتمعات غير مستخر المجتمعات غير مستخر هي المجتمعات التشرد والنزوح واللجوء والتسحر التسحر والكفاف معناه ايه؟ لأنه سيمشي من منطقة في التسحر والكفاف ومنطقة ثانية يبقى دايما على طول زي ايه؟ زي الأعراب اللي بيمشوا في الصحراء من منطقة لمنطقة ومن موقع غرف في الموقع غرف آخر الأسباب المجتمعات المستقرة اللي هو الفقه الاقتصادي الكوارف التابعية اللي هي الصراعات المصلحة وأطفال الشارع الآخر دي معناه المجتمعات الغير مستقرة الأسرة المضطربة زي ما أنا المضطربة زي ما أنا قلت عليها قبل كده اللي هو يحصل إن والعاذ بالله بيحصل انفصال ما بين الزوج والزوجة فابتطره بالأسرة خاصة أطفال يحسون فيه كده شرخي في الأسرة أو يحصل بالوفاة والعاذ بالله إن شاء الله يبنا ايه؟ لا يسبكم بمكروه جميعا نمرة خمسة الأسرة النازحة هي اللي حصل فيها اضطرت الأسرة قصرا وكرها وقرها وقهرا لأنها تتلك بيتها ومجتمعها الصغير وتروح تعيش تبدأ حياة جديدة في مجتمع غريب في نفس ذات الوطن الذي تعيش فيه لأسباب عدة من الصراعات المصلحة أعمال الإرهابية الحروب الكوارف السابعية وما شبه ده نجوح أنت خرجت من بلدك أو من مدينتك لمدينة أخرى من محافظتك لمحافظة أخرى من قريتك لمقارئة أخرى ومع ذلك نفس المجتمع في نفس الوطن إلا أن المجتمع بيتغير حتى سخافة المجتمعات اللي موجودة في داخل نفس المحافظة بتختلف عن بعضها البعض فضالي الأسرة اللاجئة طبعا اللي هي ترت قصرا وكرها وقارا أن تترك الوطن وتذهب الوطن غريب عنها في الثقافة اجتماعيا قياميا أخلاقيا عقيديا فكريا تاريخيا إثنيا ويواجهون عديد من التحديات الأخرى فهم في غير الأمر يعيشون داخل مخيمات ليس لها خصوصية خاصة بنسبة النساء والأطفال أو مراكز إيواء وبنى حكومية غير معدى لاستخدام الأدمي صاحات راضية وغير ذلك من منشآت لا يسببها الإمكانيات المتاحة لاستقبالها ده اللجوء يبقى اللجوء إحنا خرجنا من سوريا رحنا أو خرجنا من اليمن رحنا للدول المجاورة أو خرجنا من ليبيا رحنا للدول المجاورة أو خرجنا من السنان أو خرجنا من أوكرانيا زي ما احنا شايفين قضية أوكرانيا راحوا للبولندا لهنجاريا وراحوا لأوروبا نفس الوقت ودول اللجوء مجتمعات مختلفة وإن كانت بتحمل نفس الدين المسيحي إلا أن الكنائس مختلفة لها عقاد مختلفة والشعوب اللهم راحوا لها لهم ما استقبلوهم إلا أنها لها ثقافات وفكر مختلفة الأم المعيلة غالبا ما توجد هذه الأسرة أسرة أم المعيلة في المجتمعات المتحدلة احنا شفناها أنا أول مرة لما جيت بريطانيا هنا في عام 1977 في نوفمبر يعني أنا أكبر من كتير منكم يعني لما جيت بريطانيا عمري بريطانيا أكبر من كتير جدا من اللي بيسمعوا وأنا وكت قابة أتفرج على البحر في مدينة اسمها بريطانيا لقيت شاب يعني 16-17 سنة وشاب معايا يعني 15-16 سنة ووقفين ومسكين اللي هو الكرسي وفي طفل والأتنين بيتكلموا أنا مركز فين في البحر هما يعني إش دعا بيهم يعني أطفال صغيرين لحظة كده لقيت البنت بتصوت وبتعاير وبصي ميني ما لقيت الشاب الموجود ده بنسمحنا بالانجليزي boyfriend girlfriend أو خليل وخليلة أو صديق وصديقة تركها بالطفل وطلع يجري خلاص الموضوع انتهى بالنسبة له ميني بيشيري الشيالة دي المرأة أو البنت الصغيرة عندها 16-17 سنة هذه الأسرة في المجتمعات المتحدرة بيسم نفسها متحدرة ومتقدمة في الدولة الغربية سوية حالة الرجال مع النساء خارج أتر الزوجية وتصبح المرأة الأم هي المسؤولة عن تربية الناشئة خاصة بعد انفصال الرجل اللي هو صديق عنها قد تنجب المرأة داخل هذه الأسرة من أكثر من صديق وده اللي قالهولي زميلي كان بيشتعل أمراض نسا ولادة كان يجي يقول لي أنا كنت بتاع باسولوجي يعني عن سيجا وهو بتاع النساء ولادة يجي يقول لي أما بسأل الشابة طيب مين أبو الولد تقول له ديني فرصة أفكر والله أنا النهاردة عندي 6 شهر الحام يبقى من 6 شهر أنا كنت تعرف مين خدت باركم الكلمة دي أنا كنت تعرف مين تعطي فكر لكثرة العلاقات اللي بتقوم قد تنجب من أكثر من صديق لها ويطلق عليه في اللفظة عندنا هنا في بريطانيا الزوج المتعارف عليه في القانون العام في قانون العوام طيب يسمو في الإنجليزي وقد يقول أن هذا النوع من الأسرة عندنا في المجتمعات الشرقية الأكثر التزاما ولكن ليس من خلال الزوج المتعارف عليه ولكن من خلال أن الأم بترعى الأطفال ليه؟ في أزواج غابوا وانقطعت العلاقة بينهم ومن أسرهم لمدة سنوات كثيرة مين اللي بتشيل الشيلة؟ الأم في أزواج في السجون المعتقلات لفترات طويلة مين اللي بتشيل الشيلة؟ الأم النوع الثالث في أزواج ماتت أو زوجاته اللقت في أزواج أصبحوا معاقين وقد خلالنا عمل أول حركة حتى مين اللي بتشيل الشيلة؟ الأم فده نتكلم عليه الأم المعيدة دايما الأم هي بتشيل إيه؟ الشيلة دي على أكتافها بسم الله ما شاء الله لذلك ربنا جعل الرحمة والحنان والعطف والتصبر والتحمل في أفئلة الأمهات في المجتمعات المستقرة هنجد أن الأم والأطفال دولة من أقصة المجتمعية أما في المجتمعات الأخرى أم لا مش أي حقوق أنا استعرضت معاكم بعض التعريفات لأنواع الأسر المختلفة ودلوقتي تعالوا نخش ونشوف نناقش كل نوع من هذه الأنواع وليه إحنا أو أنا شخصيا بأسر أننا لابد نراجع مسيرتنا في العمل الاجتماعي والإنساني ونضع هذا محور من المحاول الرئيسية داخل كل المؤسسات من الاجتماعية والإنسانية تعالوا نخش في كل أسر معاناها هي يعني هي أسرة أكثر استقرارة في المجتمع ركزوا معاها شوية هي الأسرة اللي تزوج فيها الأبوين أنا برجع أوكم التزوج دي مرة تانية علشان بكر فإن ذلك تنفع المؤمنين في السن القانون المبكر 18 19 20 21 22 وعيشين في الأطار الكبير بتاع الأسرة الكبيرة بتاع أيلها كبيرة ما فيها في الأسرة دي عشان كنا بسمينا أكثر استقرارا الجد الأكبر والجدة كبرى لكل من الوالدين الأب والأم وبعدين أقارب الجد الأكبر والجدة الكبرى لكل من الوالدين وجيران الجد الأكبر والجدة الكبرى وأصدقاء الجد الأكبر والجدة فدي حتكون الجد الأكبر والجدة الكبرى 16 طبقة أو دائرة أو مدار تحمي الناشيا لأن فيها جد من كل جانب وأصدقاء وأقارب وجيراني أربعة وأنا عندنا أربعة جدود يعني أربعة فأربعة بستة عشر نخش تانية والجدة الأصغر والجدة الصغرى في نفس الأسرة لكل من الوالدين يبقى بردك هنمسي بنفس الموضوع مع الجديد التاني من الأجداد يبقى 16 طبقة أو مدار يبقى الطفل هنا عنده 16 طبقة من المدار لما مدارات اللي بيعيش فيها جده الكبير وجدته الكبيرة من الأب والأم و16 طبقة من الجد الأصغر والجد الصغر والذاء والأبوين كذلك كل واحد فيهم عنده أربعة يبقى الأب وأقاربه وأصدقائه وجيرانه والأم كذلك يبقى ثمانية ثمان دوار أو طبقات أو مدارات أو مدارات فنجد أن عدد المدارات والمجالات اللي موجودة في هذه الأسرة الكبيرة تعتبر أربعين طبقة أو أربعين مدار أربعين مدار أربعين مجال يحمي الطفل في الداخل فمن الصعب حتى لما يجور الأب على أولاده أو يحملهم أن الأربعين طبقة دول ما يتحركوش عشان حماية الناشية دي الأسرة الأكثر استقراراً اللي فيها الجليم من الأجداد الأسرة المستخرة في المجتمع المستخر هي اللي فيها الجد الأصغر بس والجدة الصغرى ونفس الطبقات معنا فهتتحول من أربعين إلى أربع وعشر يعني الأجداد الاتنين من كل جانب هيبقوا ستاشر طبقة أو ستاشر مجال أو ستاشر دائرة للحماية زاد الأب والأم ثمانية فأصدقائهم وأجرانهم وأقريبهم يبقى احنا منتكلم على ايه على اربع وعشرين طبقة يبقى فينا بردك اربع وعشرين حاجز يمنع الأطفال من الانحراف وكذا 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 إلى آخر طب لو ماتوا الأجداد الكبار والصغرين يبقى فضل مين؟ يبقى فضل الأب والأم يبقى عدد الطبقات اللي حوالين الطفل أصبحوا تمانية يبقى كانوا في العيلة الكبيرة أربعين في العيلة اللي مات فيها الجد الكبير والأجداد الكبار كلهم يبقى اربع وعشرين وفي العيلة اللي مات الأجياء للأجداد كلها أصبح هذا الطبقات اللي بتحمي الأطفال ثمان دوار أو ثمان طبقات قد يضاف عليهم بعض الأقارب من الأجداد هنا وهناك يعني تطلع مثلا اربعة أو خمسة أو الاخر قد يضاف إليه بعض الأقارب والأجداد من البقاء يعني تطلع مثلا في الأرقام نمرة الأربعة يبقى احنا كده اخدنا ثلاث أسر مستقرة الأكثر الاستقرارة المستقرة والمستقرة اللي الأجداد مش موين فيها الأسرة المستقرة بقى الهاجريت يعني ايه هاجريت؟ يعني قالوا احنا عايزين نسافر كندا عايزين نسافر أمريكا عايزين نسافر أوروبا بريطانيا فرنسا بلجيكا هولندا إلى آخرين فمين اللي بيسافر؟ الأم والأب صح؟ بيسافرش لأقارب ولا أصدقاء ولا أجداد ولا جيران فنادر ما يكون هناك مجموعة من الناس دور فيه فبيكون هناك معادي الأسرة ست دوائر ها؟ اللي هما الأب والأم ومع كل واحد فيهم اتنين اللي هما الأصدقاء والجيران أما الأقارب بيش موجودين يبقى الأب وأصدقائه والجيرانه والأم وأصدقائه جيرانه بستة طبعات ده بالنسبة للمستقرة في المجتمع معجر مستقر يعني حتى المجتمعات اللي هم نسافر لها عشان الأعزمات الاقتصادية في بلدنا بنعرض فيها أولادنا لمشاكل داخل هذه المجتمعات اللي لأن عدد طبقات كماية الأولاد بتقل من أربعين أو أربع وعشرين أو تمانية إلى ستة في مجتمع غريب عنهم أفوش أقارب لمن الخمسة الأسرة المطلقة أو اللي هم منفصلين عن النظام أنا عارفين يعني غالبا ما يحاط الأطفال بأصدقاء وجران الوالد الراعي سواء كان هما مع الأم أو مع الأب أو الحاضن الأطفال بعض الأحيان الأب بيتزوج أو الأم بتتزوج فبيجي شيء شخص غريب تحصل من بعض هؤلاء الأشخاص أزواج يعني تجاوزات فنجد عدد دوائر أو طبقات حماية التفل في هذه الأسرة أربعة اللي هي الأم وأقاربها وجرانها وأصدقائها أو الأب وأقاربه وجرانه وأصدقائها لك الأطفال مع الأب إذا أربعة نزلوا من ستة إلى أربعة وأصبح البيت في شيء ناقص سواء كان شيء ناقص ده هو الأب لو الأطفال عايشين مع الأم أو الأم لو الأطفال عايشها مع الأب وفي بعض الأحيان بتوصل لستة لو كان تواجد بعض الأجداد الجدود يعني أو منك الولدين طبعا الأجداد حيكونوا عندهم عاطفة على أحفادهم سواء كانوا مع الأم أو مع الأب بغض النظر عن سبب الطلاق هو إيه يبقى من أربعة إلى ستة إذا أو ثمانية إذا هو جد بعد من جيل هؤلاء الأجداد معهم تفضلين اليتيم نفس أسرة اليتيم يحاطي اليتيم بأصدقاء وجران الأم وأقارب الأم في الغالب يبقى إيه أربعة يبقى عدد الدوائر أو المجالات اللي بتحب اليتيم أربعة الأم وأقاربها وأصدقاء وجرانها أما في حياة موت الولدين وتكفر أحد الأقارب براعات الأطفال فصيف روحات الأطفال فهذه الأسرة بالتلاتة دوائر الأم الأقرباء والجران والأصدقاء فقط فشوفوا الطفل بتقل إن هو دوائر حمايته كلما فقد أحد الأجداد وكلما فقد الأب أو الأم فضلوا بعد كده سبعة النزوح بقى في حالة الحروب بقى وحالة الإصراعات زي ما احنا شايفين كده ومسر الواضح عندنا إيه في إدنب في ثلاثة مليون نازح تقريبا أو أكثر في النزوح ما بتحكمش فيه ليه؟ لأن كل بيجري كل خايف خايف يكون في فيضان خايف يكون في بركان خايف يكون في حرب حرب وقصف وبراميد زي ما احنا عارفين فكل بيجري فساعات الأطفال بتطو الزوجة بتطو الزوج بتطو بتنفصل كذا كذا إلى آخر تتكون الأسرة من الوالدين أو أحدهما لانفصال بسبب الأسباب القهرية بيكون في بعض الأقارب دنبهم والأصدقاء والجران إن موجدهم لأن كل الأقارب والجران والأصدقاء من بروحش نفس المكان ويصبح النسي المجتمع المحيب بالأسرة غير معروف لماذا؟ لكثرت وجود الغرباء فيه ودي مهمة جداً مهمة جداً إن المجتمع موجود فيه غرباء 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 وإن كانوا على نفس الدين ونفس العقيدة ونفس اللغة ونفس التاريخ ونفس الوطن فإن عدد دوائر أو طبقات همهمة الأطفال فتصل فإن يوصل إلى خمسة ذو الأقارب والجران والأصدقاء لو كان الأبوين موجودين قد ينقفت الأربعة فعدت وجود أحد الوالدين قد ينقفت إلى واحد أو اثنين فعدت عدم وجود الوالدين تكونوا أطفال لو واحدهم في أطفال بيين فصلوا نعرفش هم راحوا فين؟ مفيش تليفونات مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا نظام يعني زي مثلا ما حصل في السنامي في باندا أتشي في اندونيسيا السنامي دمر كل البلد منطقة كلها بتنوا خمسين ألف ماتوا بموجة كل الملفات راح خلاص فمش قد تجيب ملفات تعرف ده مين وده فين وراح إلي آخر إذا ما كانتش نزوح كمان لكن عندما بيحصل النزوح مع هوسة النزوح بتطوغ الأطفال عن الأب والأم وما بيحصلش في تواصل فينا بعض تمانية أسرة اللاجئ اللاجئ اللي أخرج من البلد والبلد الثاني يعني هم زي السوريين اللي موجودين في تركيا وفي الأردن وفي لبنان أو الصوماليين اللي موجودين في كينيا أو التشاديين اللي هم السكان وسط أفريقيا اللي موجودين في تشاد إلي آخر يا وغيرهم تتكون من إيه؟ من وادين أو أحدهم ياخدوا أولادهم وصلعوا مع بعض والأطفال ونادر لما نجد معهم أقارب أو جدانهم أصدقاء لأنهم خلاص تركوا الوطن وراحوا الوطن الثاني أو يكون الأطفال لوحدهم بس ما بيكون بقذف بالطيارات أو أو فكل بيجري فتلاقي الطفل عاد لوحدهم زي ما قلنا قبل كده ليه؟ الأطفال لوحدهم بس بيموت الوالدين أو بينفصلوا على الأطفال وبعض الأطفال يمتصلهم عن بقية أفراد الأسرة أن الدوار أو الطبقات لتحمل الأطفال قد لا تكون موجودة على الإطلاق وكثير من أحيان غالبا ما ليكون مع هذه الأسرة أقارب أو جيران أو أصدقاء فتراوح الدوائر والطبقات ما بين صفر إلى اثنين وفي أحسن الأحوال على التحيط بالأصفال في الغربة والغرباء ما فيش حد خالص خلاص خرجنا الوطن الثاني لا أب معنا ولا أم معنا ولا خار ولا عم ولا صديق ولا صديق يعني تبقى من صفر ما فيش تبقى خالص أو اثنين إذا وجد أحد هؤلاء الناس بعد كده الأم المعيلة تصبح الأم بداخل هذه الأسرة هي المسؤولة الأولى عن كل طفل أو مجموعة من الأطفال لدينا أنجواتهم نكلم بها على الغرب من أصدقاء مختلفين أو أزواج متعرف عليهم ده في الغرب فهذه الأسرة تتوفر الحماية من الأم المطالبة إما عن طريق الأصدقاء أو الأزواج متعرف عليهم يعني الناس هنا قبل هذا الوظف فالأمهات أو أقربهم وضعين ما عندهمش الوازع الديني اللي بيمنعنا نحنا نقبل هذه الأشياء وقد يتعرض هؤلاء الأطفال من قبل كده أو سموهم سوء العذاب شوفنا أطفال كتير جدا في الأشهر المادد اللي عزبوا الأطفال إلى أن اللي هم مش الأزواج يعني اللي هم أصدقاء الأم إلى أن ماتت الأطفال من عذاب أو أو أعتدوا عما ترجع إنسيا وحتى الطفل أو الأم ساعات ما بتعرفش مين أبو الطفل ده أو حتى الأم تعرف بتي جدا من أحوال يتحول هؤلاء الأطفال إلى أطفال شعراء ففي المجتمعات الغربية دي لما بتستقر الأمور الأم وأصدقاء وأقربهم حوالي عدد اللي هو التبقات تبقات لها من واحد إلى اثنين وحالات نذرة جدا تصل إلى ثلاثة لكن ده في مجتمع قابل هذا الوضع بعد كده أطفال الشوارع سواء في الأوائدين موجودين أو أحدهم أو عدم وجودهم حتى لما يكون الأوائدين موجودين هم مش متفرغين لولادهم فالأطفال بيعيشوا في الشوارع مع الغرباء والعشاء والفشدة حالة وجود الأبوين أو أحدهم قد نستطيع أي دائرة هم مش غالين ممكن تبقى دائرة واحدة ساعات الأمة بتهتم ساعات الأب بيهتم أما في حالة عدم وجود حد هتبقى صفر فده سبيل آخر من الصبل اللي احنا نتكلم عنها أو الأنوع الأسر المختلفة غير معلوم النسب اللي بيعيشوا في الملاجئ اللي انت بسميها بسوريا الميتم هنا في حاجة اسمها أم بديلة طلعت حديثة أو هي المشرفة أو المشرفة على الأطفال وكثير من الأحيان بتكون امرأة وفي بعض الأحيان بيكون رجل لها رأي في حكاية الرجل دي أما عن رأي الشخصي الذي يؤمن به أن يكون الأمهات البذائد يعني والمشرفين على هذه المؤسسات هم بالإضافة للمشرفين على هذه المؤسسات الأمهات اللي هي البديلات دي والمشرفين يكونوا من النساء من النساء مش من الرجال يعني احتاجنا الرجال ممكن نديهم أعمال أخرى لكن الإشراف الذاتي داخل الغرف وداخل الشغب يكون من النساء لنساء مع الأطفال والإيه والأرامة تصبح الأم المديلة والمشرفات الأخرى هم الأم والأقارب ننظر طب لما نيجي نصنف الملجأ ده أو الميتب ده بإيه يبقى المشرفات اللي جوه دول والأم البديلة اللي جوه دي زي الأم والأقارب ونظر الأطفال في الملجأ هم الأصدقاء والجران يبقى الأطفال أصحابهم هم الأصدقاء والجران أما المشرفة والأم البديلة هم الأم والأقارب ولا أدري كم عدد الدوارة أو الطبقات لحماية الطفل هنا قد تصل واحدة أو اتنين على الأقارب سألني سائل قالوا الله مش الملجأ ده هو دائرة أيضا من دوار الحماية أقول نعم ولأ في نفس الوقت نعم في حماية الطفل من مخاطر المجتمع الخارجي ولا من حيث ضعف الطفل التكويني الفكري الثقافي فهم لما يتعرضوا التدافعات المجتمعية لتسخل الشخصات لأنه بيعزنهم عن المجتمع وده رأيه الشخصي قد يختلف مع الكثفي لما يخلي الطفل ده قاعد محبوس في جانة أو في برج عاجي مش حارف تعمى المجتمع لما يكبر ويخرج الواجه المجتمع فضل النزلاء السجون والمعتقلات والأسرة والمختفين قصريا عسكرات التعذيب السجون والمعتقلات الأسرة والمختفين قصريا دخول الجيش المنتصر على المدن نحن رأينا هذه الأشياء في البوسنة في 1995 ورأينا بعض الحروب مثل برلين في بعض الحرب الأولى التأثير الثانية وقتصبت في البوسنة عشرات الألاف من الفتاة حملة ومنهجة ونعادينهم بغاية يكون عندهم خمس أو ست أشهر فما يستسعش البنت لما تخرج بمعسكرات التعذيب دي إنها تجهد نفسها أما في حالة الجيوش المنتصرة فبتبقى مين الحطة الميلة أو مين الفريسة في المجتمع مع عدم موجود دولة هي المرأة والطفلة والفتاة فالجيوش متخش تعمل لعمتهم وقتصبت لألمانيا مئات الألاف اللي لم يكن أقل من الستيات ومن النساء زبهم إيه؟ عصبه عندهم كيل تاني من الأطفال غير معلومة النساء سواء كانوا في البوسنة والهرسك أو في ألمانيا وغيرها من الدولة هذا الفحش الإجرامي أدى إلى أولادة مئات الألاف من الأطفال معدوم النسب وأصبح أولاء يعيشون مع أماتهم أماتهم الإيبة المدمرة نفسيا في كثير من الأحوال وأصبحت الأمهات يعيشنا في عزلة شعورية ومجتمعية هم اللي فرضوها على نفسهم من جهة كما فرضوها عليهم المجتمع من جهة أخرى فتعذي الأم نفسها وأطفالها على قرب والأصدقاء والجلال يصبح عدد طبقات حماية هذه الأسرة طبقة واحدة أو طبقتين انتعاطفة معها بعض الأقوات أو الأزلقاء أو تصل في حالات ندرة إلى ثلاثة هنا بقى في نقطة تانية كتابتها ما عرفش الشريح اللي جاية ولا دي الشريح اللي جاية حينما يتعرض الأفراد للتعذيب الجسدي والنفسي والعقلي وقصاب الجنسي النساء والفتيات والرجال ده بيحدث في كتير جدا من المؤسسات اللي بتحكمها الدول ذات الأنظمة القمعية الأمنية والعسكرية وينتج عنه هذا الحمل الصفاح من الفتيات فيالدنا أطفالنا غير معنوم الناس ما عرفنا ده خلاص لما تيجي بقى النساء يخرجوا من السجون كنت أنا عندي نقاش النهاردة مع بنتي من بناتي يعني بنتي الأمعة يعني أنا بحبها جدا لأنها مخامة متقد بالزكاء والمعرفية المجتمعية إلا حتخرج مثلا دخلت في معتقة معين قضية سياسية ومحصلاش أي حاجة لحتى لا اعتداء جنسي ولا تحرش ولا أي شيء نظرة المجتمع عليها تبقى نظرة دونية وبتكون زي ما تقولي ريحة في مهب الريح أو ريحة في مهب الريح وكل عايز ينال منها ما أنت كنت جوا بقى عاشفة عملوا فيك إيه والله ما عملوا في أي حال لا عملوا ما يعني هم ما يعملوا وأنا ما عملتش يعني تخش يتعزم وتستجن ويطلع على الروح اللي يقلفوها وتحفظ على الشرفة وتخرج في نفس الوقت المجتمع الحقير ما يرحمه عاشا شايفين يا شباب ده غير اللي بيخرجوا بأطفال من هذه المعتقلات وهذه السجور ففي حال أطفال غير معلومة النسب يصبح حالة طبقات حماية أطفال الثلاثة واحد بس دي الأم أو طبقتين إذا تعاطف مع أحد الأقارب زي ما قلت قبل كده أو ثلاثة في حالة نادلة جدا دي بعد كده شوفوا بقى يا شباب أنا عرضت اتناشر نوع من أنواع الأسر وأنا مش متخصص ولو إحنا نروح متخصصين حيزودوا عليهم أنواع أخر والأسر دي بتعيش في مجتمعاتنا مجتمعاتنا الاثناشر وأكثر وعرضنا ما استعرضنا عدد الطبقات أو الدولة اللي بتحيد بكل طفل من صفر لاربعين وتضح لنا أن على الأقل التسع أنواع من أنواع هذه الأسر بيحتاجوا إلى دعم نفسي يعني خمسة أو سبعين في المئة في الأسر مجتمعاتنا بتحتاج دعم نفسي غير اللي فيه حتى الأسر المستقرة اللي فيها الأب والأم وحتى الأجداد مع الضغط العمل ومع التغيرات اللي حصلها الاقتصادية واللي كذا ومع فقدان الوظائف إلى آخرة هتلاقي فيه أسر سوية ما فيهش مشاكل لكن حصرا مشاكل نفسية فيها ليه لأن المجتمعات تغيرت والمشاكل تغيرت وأصبحت مركبها معقدة كل هذا الاستعراض أو العرض بيؤكد لنا الحاجة الشديدة للإنشاء مثل هذه الوحدات اللي عند إيه؟ اللي هي دعم النفسي داخل المؤسسات الاجتماعية وإنسانية كانت التعامل مع مثل هذه المشاكل المركبة والمعقدة واضح يا شباب فعلى مسؤولي أتوسل إليكم فعلى مسؤولي هذه المسؤولات المؤسسات الاجتماعية والإنسانية في المجتمع أن يعوه تعرفوا كل متوعية عن إيه؟ يعوه ماذا تعقد الأنسجة المجتمعية التي يعملون فيها لكي تتوائم جمعيتهم ومؤسستهم ثكرياً وثقافياً ومهنياً وهيكلياً وحرفياً مع كل هذه المشاكل المختلفة التي تتواجه هذه المجتمعات كل يوم المجتمع بيتغير كل ثانية كل دقيقة المجتمع اللي فيه مليون سلعة تغيره أقل من اللي فيه خمسة مليون أقل من اللي فيه عشرة مليون أقل من من مئة مليون مجتمعات مستقرة أقل من مجتمعات غير مستقرة في النزوح واللجوء إلى آخرة بمعنى أن كلما تعددت المشاكل المجتمعية كلما استوعبت هذه الجمعيات وهذه المؤسست هذه المشاكل أنت مش قاعد في مجتمع عامل جمعية عشان جمعية خاصة عشان تجمع تبرعات أنت قاعد في عامل جمعية عشان تستجيب لمشاكل المجتمع اللي أنت عايش فيه أو اللي أنت عايش فيه إزاي تستجيب بقى المشاكل دي؟ بعمل دراسات مدنية لإكتشاف جذور المشاكل والأسف 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 نحن لا نقوم بالبحث والدراسة عمل أبحاث لمعرفة الأسائيات لتشكل الحجم الحقيقي للمشاكل في المجتمع إيجاد وسائل مختلفة لموجة وعلاج هذه المشاكل استحداث تخصصات لإدارات جديدة 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 داخل هياكل الجمعيات والمؤسسات كي تتعامل مع هذه المشاكل المختلفة ومن ثم على كل هذه الجمعيات والمؤسسات ألا تظل قابعة متحجرة متكلسة متقوقعة في معزل عن الواقع العملي للحياة داخل المجتمع أبدا لابد أن تتفاعل وتفاعل تتفاعل مع حاجات المجتمع وتفاعل أبناء المجتمع تفضلي أحنا بنطالب بإيه؟ بنطالب إنشاء وحدة أو إدارة الأمراض النفسية لا أختراح أنا شخصياً أو إيماني أنا شخصياً أو رسالتي أنا شخصياً من كتف ما أنا شفت في الأيام الأخيرة أو السنين الأخيرة في حياتي إننا مقصرين في هذه النوعيات من أخواننا وأخواتنا سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين مما تتكون هذه الوحدة و هذه الإدارة متعطباء نفسيين وأفضل في رأيينا الشخصي أيضاً اللي أنا أؤمن به أن يكوننا من النساء لخصوصة حاساسية الأمر وكذلك لأن أغلبية المتأثرين بيكوننا من النساء والأطفال ده بس بس من النساء ويكونوا بس لا ويكونوا من أبناء الوطن عشان يكونوا فهمين المساكل التي نزحوا بداخلها أو هاجروا إليها أم الأبناء أوطان أخرى لنفس الثقافة والأخلاقيات والعقيدة والدين واللغة والألسفة الفقرية والفلسفة الفقرية القريبة من فلسفاتهم الفقرية والثقافية وكذلك لنشركونهم في الجزء الأباء السبيل من تاريخهم يعني ما ينفعش في الوحدة دي ونحن ناجئين ونازحين نجيب ناس ثقافتهم وعقدتهم وأخلاقهم وطارقهم وقيامهم ولغتهم مختلفة عننا ما ينفعش ده في رأينا الشخصي قد أكون خطأ النوع الثاني من مكونات هذه الوحدة أو هذه الإدارة أو هذه يكون معنا غير التعويب النفسي أخصائيين اجتماعيين وبردك أفضل أن يكون النساء لنفس الأسباب وبنفس الشروط النقطة الثالثة في موظفين من ضغط المشاريع من أبناء الفئات المضررة من مكتب المحلي أو مكتب المحلي يعني معناها أن يكون ثلاثية في تكوين هذه الوحدة إذا كانت إمكانياتنا توظف طبيب أو توظف طبيب وأخصائي اجتماعي أو توظف طبيب وأخصائي اجتماعي ومدير مشاريع عشان يكمل مع الإدارات الأخرى لكن من غير وجود لأخصائي اجتماعي ولطبيب نفسي يبقى احنا ماشيين لا نتعامل مع حاجيات 75% من الأسر اللي احنا متعامل معها ليه انا بقى سرع النساء تاني وثالث ورابع لأن غالبية المجتمعات اللي احنا نعيش فيها ونعمل فيها توكت نازحها أو مهاجرة أو حتى بتاعتنا احنا أغلبها من النساء والأطفال لا نتكلمش من فراغ احنا لأن ثبات المرأة العاطفية الحانية الودودة تنجذب الى النساء والأطفال وحتى الرجال ثقة النساء والأطفال من المطرين في الانبساط في الحديث مع النساء طبيعا حسنا فيها واحنا مسافرين في كذا ما كان في العالم ان الأطفال بيميلوا الى النساء الأجنبية لا يميلوا الى الرجل الأجنبي حسنا بعض المشاكل التي قد تخل فيها المرأة المتضررة أو الطفل أو حتى بعض الرجال المتضررين في أن يقشوها باستفادة مع المتخصصين من الرجال وهذا لا يعني اننا نبعد اننا نبعد أو نقصي الرجال المتخصصين في هذا المجال بل لو اتفقنا أنا بدي أوروية للنساء لكن لو ما فيش نساء هنكمل مع الرجال أو لو في نساء ورجال هنستعين بالأحسن عشان تمشي لكن صراعي أنا الشخصي أفضل النساء على الرجال فهذه الوحدة بالذات أفضلي إيه وظفتها بقى الوحدة دي احنا عرضنا المشاكل وقلنا الـ 75% أو أكثر من المشاكل دي موجودة في البلدنا اللي احنا عايشين فيها وقلنا عايزين نعمل وحدة عشان تتعامل معها والوحدة دي يكون فيها طبيب نفسي يكون فيها أخصائي اجتماعي يكون فيها عضو يعني يعني مسؤول مشاريع ووظفتها هي بقى الوحدة دي أو الإدارة دي أو القسم ده أول حاجة رفع الواقع الحقيقي المشاكل التي تعاني منها هذه التماعات المتضررة مشاكل النفسية الى آخر وضع برامج عملية وعلاجة التعامل مع هذه المشاكل وعلاج المتضررين منها وضع قواعد ارشاد المتعلمين والمتعاملين يعني معناها هي دي المتضررين يعني مثلا الأخت الأخصائية الاجتماعية لما في منقصر التعامل مع هذه المشاكل بيحصل له نفسه المشكلة نفسية فيحط وضع قواعد ارشاد المتعاملين مع المتضررين من هذه المشاكل من العمين في المؤسسة محلين ودولين من المتطوعين وحتى المانحين اللي بيزوروا احنا موجودين النهاردة انا موجودش في اسطنبول معايا مجموعة من الشباب بسم الله ومشاء الله من كندا حالي عشرين شاب وشابة ثلاثة شابة وسبعة شباب لما بدأوا يختلطوا بالاطفال الايتام السوريين انهاروا مبارح انا شايف الفيديوهات بيطالوا انهاروا لمدة جمهة بس او بعض سألت انهاروا امتى كانوا بيلعبوا يعني اول امس كانوا بيلعبوا مع بعض عندنا هنا في الجامعة جامعة اسمها يا ربي جامعة ابن خلدون في الملاعب الاخرة لما خرجوا بقى يشتريهم هدايا وحصل التلاحم ده ورغبة الطفل في انه يشتري اميز جديد وجازمة جديدة هو اللي يختارها بنفسه ثلاثة شبات وشباب انهاروا مجرد ساعات فما بالك بقى العامل اللي بيعمل معها اقول له الاطفال وهلوع النساء فلا بقى احنا نحميهم ووضع قواعد وارشاد المتعاملين مع المتضررين من هذه المشاكل من العاملين في المؤسسة محلية ودولية ومؤمن المتطوعين ايضا بيجي يزوروا وحتى المنحين بيتأثروا لو متعرضوش لمثل هذه الأشياء لدينا زيارة دعم او زيارة هؤلاء المتضررين من هذه المشاكل وضع برامج علاج لكل الفئات المذكورة في النقطة الثلاثة السالفة في حالة تأثرهم بالمتضررين او ان يصبح البعض منهم من ثلاث مضررين النقطة الرابعة او الخامسة او دي المهمة المشاركة في تصميم المشاريع هي دي بقى المهمة يعني الوحدة بتاعت الدعم النفس دي لما يكون في مشاريع اغاسية او تأهلية او تمكانية او تنموية او تقافية او ترفيهية او تعليمية او توعوية يكون دي مهمة مشاركة في التصميم معهم عشان يحطوا بجانب نفسية المتلقة لهذه المشاريع او مستفيدة من هذه المشاريع الفضلين دي الوظيفة الوقت بقى انا هفتح الباب من النقاش بيني وبينك كده انا كتبته بعد ما استعرضنا اللي اتنشر النوع ده وقد يكون هكذا ما قلت بكده اسر اخرى دم اذكرها واجب علينا ان نقف امام ايه يا شباب يا اخواتي دمائرنا نحن العاملين في المجال الخيري الاجتماعي والانساني لنرى ما هو العدد الحقيقي الذي نتعامل معه وبصفة دورية من انواع هذه الاسر نجد ان النتيجة حقيقة دامغة واننا كمؤسسات خيرية مجتمعية وانسانية نتعامل مع تسع الى عشر من انواع من الاسر يعني خمسة سبعين الاربعة وثمانين في المية من انواع الاسر وبصفة دورية ويومية وذا بيبدأ من الاسرة نمرة ثلاثة او الاسرة نمرة اربعة او ثلاثة فكثير من احيان لعدم توفر دوائر او طبقات تحميهم فيه اطفال معنومش دوائر او طبقات تحميهم ده بقى خلاف الاسر اللي بعض الدول العظمة بتحاول تفرضها علينا دلوقتي نهيكم عن انواع جديدة من الاسر التي سوف تظهر لاحقا واللي قد تسمح قوانين بعض الدول بجعلها اسرا مجتمعية يحافظ عليها ويعميها القانون سمعين يا شباب الطيار جالف وقاتي فضاليا دا قد ذكرت هذه الانواع من الاسر قد تعيش بين مجتمعاتنا للسؤال والاستفسار والاسترشاد وليس وضع الحلول القاطعة لما تواجهه مجتمعاتنا من تحديات جامة او جمع في كافة المجتمعات المجالات الفكرية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والفلسفية والاخلاقية والقيامية والعقدية والايمانية والسياسية والاقتصادية والتعليمية التربوية وغير ذلك من تحدياتي اسروا عن مرء من ادركها واستدركها يعني انا موجود لكوش حالي سيردي انا بقى على الجزء من المشكلة عشان حد تاني يكون اكثر تخصى مني يخش في اعماقها نحاول نعملها مسيرة لحماية ابنائنا واخوتنا من اصحاب الحقوق اللي احنا بنسعى لخدمته واصبح في غير احيان ما ذكرته وذكره غيري وذكره غيري حقائق مجتمعية دامغة لا بد من التعامل معها كيف بطرق مهنية كي نصل الى وقاية الاسر من هذه الظواهر ووحمات الاصفال في مستقبل حاجة تاريخي بقى على زمان كنت بؤمنش بالطب النفس تاريخي بطرق مهنية الاسر ده الجاهلي ده ممكن تقول ليه زمان يا شباب طبيب النفس ده هو المنوم المناطيسي لكنا بنشوفه الأفلام العديمة ضبط والاسود وده جاهل لطبيب اللي هو انا وثاني حاجة كنت بسميهم طبيب نام وغمض عنيك او طبيب سيد نفسك لي او اترك لنفسك اترك لنفسك خلاص قاعد كلما خشي لواحد ينايم على الكنبة يقول له اتفكر يعني كان جاهل مني انا شخصيا انا قلت وانا بدنا لازم اعترف وانا طبيب ان انا كنت جاهل اما الان فان ايماني بالطب النفسي كان محور اساسي في البناء المؤسسي المؤسسات الخيرية المجتمعية والمؤسسات الانسانية الدولية اصبح حقيقة واقعة لابد من التعامل معها فانا استحداث هذا القسم مولاو البدء في ايجاد وظيفة لطبيب نفسه يساعد في كتابة وصياغة ومراجعة كافة المشاريع المجتمعية لتستعامل مع هذا الكم الهائل من المشاكل وان كان لدى المؤسسات الخضرات الفكرية البشير المدير فعليه مستحداث واحدة او ادارة الامراض النفسي والدعم النفسي رسالتي بقى للجماعيات عشان نختم ان انا طولت عليكم انا مش هاي في الساعة كامل العادة بتاعكم والعادة معاكم حلوة ياا ادنك اخذت الساعة رسالتي موجهة لمسؤولي الجامعات الخارجية ومسؤولي الانسانية تمثل في التالي اول حاجة اعلموا او لنعلم جميعا ان النمو المجتمعي الدائم يحدث تلقائيا دون ترتيب او تخطيط منه وهذا النمو يكون في كافة الجهات وفقيا تقليديا رأسيا فكريا تقاطعيا تدفعيا بناءا على مساحة الحريات المواطنة ودائريا محيطيا محيطا محاميا ودائريا محيطا حاميا للمجتمع مكتلال مؤسسات مجتمع مدني قوية ومفعلها وتتمتع بمساحات كافية للقرية يعني النموات الافقية والرأسية والتقاطعية والدائرية حادثة حادثة بالثانية ومش باليوم شئنا ما بينه هذه النموات المختلفة حادثة بصفة دائمة سلبا او ايجابا فعال مسؤولين ان يدركوا ويعووا كل هذه النموات ويجعلونها جزء عن هاما من تنبيه المؤسسات والمجتمعات يابد نعرف دي نراقب المجتمعات يابتنى بعد كده تفاقوا المشاكل الاجتماعية والتحديات اللي توجد من الاجتماعات كل يوم المشاكل بتستعقل اكتر اكتر واكتر 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 فمع كل مواطن في مجتمعنا مشكلة او اكتر او حلم ورؤية وكذا وذا بيكون عب تقيل على مسؤول هذه الجماعات يعني مسؤول الجماعات ما يعودش يربع رجليه ويعووا بس يبص في الانترنت وخلاص لا ده كل يوم وكل مواطن عنده مشكلة وعنده حلم وعنده رؤية تفاقوا موزلل مشاكل الاسرية النتيجة عن الترابات النفسية يعني فيه اثر داخلها عالي جدا ومستقرة لكن بدأت يحصل لها مشاكل نفسية لاطفال عبدانها هذه المجتمعات لبعد كده ازدياد في ايه بقى شوفوا ان العالم اللي حاولنا بيعمل ايه السراعات المسلحة كورسة طبيعية مشاكل التشارد والنزوح ثم اللجوء الاعداد الهجرات الاقتصادية الشرعية وغير الشرعية تغير الثقافات تغير الثقافات والقيمة المجتمعية والذي ادى الى عدم رغبة الشباب في الزواج وقامت علاقات غير الشرعية بين الفتيات والفتي بين الفتيات والفتيات وقارج اطار الاسرة معدلات البطارة ازدياد معدلات البطارة بين الشباب ازدياد معدلات الفساد الاداري والحكومة داخل اجلسة الدولة والذي انعكس سلبا على كافة تشكيلات المجتمعية في الوطن الانفاق على الاجلسة العسكرية انفاقات غير عالية والأمنية والاستخباراتية مع تخليص الامساق على كافة خدمات الاجتماعية وغيرها من مشاكل أخرى كل هذا وغيره أدى إلى حدوث كل هذه المشاكل وأكثر 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 هذا يؤدي إلى شرعية إحداث بناء أو إحداث هذه الوحدات داخل المؤسسات والجمعيات للتعامل مع تفاقم هذه المشاكل المجتمعية فلا يجوز يا شباب ألا يتواكب نمو وتطور الجمعيات والمؤسسات مع ازدياد تفاقم هذه المشاكل المجتمعية بدون وجود هذه الوحدات داخل المؤسسات أولا تاني كل هذا وغيره أدى إلى حدوث هذه المشاكل التي ذكرت سالفا وأكثر وهذا سيؤدي إلى شرعية إحداث هذه أو بناء هذه الوحدات داخل المؤسسات والجمعيات للتعامل مع تفاقم هذه المشاكل المجتمعية فلا يجوز ألا يتواكب نمو والطور الجمعيات والمؤسسات لتمشأ او لتواقب مع ايه? مع ازداد تفاقم هذه المشاكل المجتمعية بدون موجود هذه الوحدات داخل المؤسسات. بعد كده. اشكركم وابتدأ لان نجاب على اسئلة. اختنا اميرة والاستفسارات. السلام عليكم. في الاخ في سؤال في التجربة الاردنية للتعامل مع الازمة السورية تم احداث وحدة التعمل نفسي داخل مخيم وخارجي للطلبة في مدارس اللجوء. وركزت على الاستعداد للتعليم والتحصل للدراسة وكذلك التوعية الخاصة بالزواج المبكر وعمل الاطفال وقضايا العنف والاعتداء الجنسي. فهل ذلك مثلا على ما تفضلت به? طبعا اكيد. اكيد. وانا بقول ده مخيم. بس مش عالف مين اسم الاخ او الاخت اللي كبارت ده. مهندس فواز الحموري. الاخوين انا فواز الحموري كذلكم الله خير. هذا على المستوى مخيم. المخيم ده قد يكون فيه عشرة تلاف او عشرين الف او تلاتين الف او على حسب ما يكون فيه. وهذا شيء مهم جدا ويحمد للقائمين على المخيم. او كانت حكومة او جمعية. اذا انا بقوله يكون شيء في منهجية عمل الجمعيات. يا اخ فواز يا باشماندس خواز. في منهجية عملها. زي ما انا بعمل قسم العلاقات الخارجية. وقسم في اللي هو جمع المال. وقسم المشاريع. وقسم المحاسبة. اعمل ايضا وحدة. انا بقولك قسم كبير. اعمل وحدة. فلذلك انا بشكر القائمين على المخيم ده. في نفس الوقت. انادي الجمعيات كلها انها تكون علشان تعمل مخصن الجمعيات الكبرى. لعندها امكانيات مادية وامكانيات بشرية. وعندها تاريخ. وعندها لخطة وليه. ما تحدث هذه الوحدة او القسم. علشان يستطيع ان هو يدرس حالة. اصحاب الحقوق اللي احنا بنساعدهم ليل النهار. شكرا اخ فواز. شكرا باشماندس فواز. ازاكم الله خير. وانهني الشباب في الاردن على هذه المبادرة. في الاخ تحدث عن وجود آسام. مركز هنا. حتى هنا في تركيا في مركز لآسام. تابع للتعليم. اه يعانى بالدعم النفسي خصوصا لدى الاطفال والامهان. كويس. كمركز. ده ممتاز. مين اللي عملوا? ده الحكومة عملها ولا الجمعيات اللي عملها? اه لا. هو جمعية اظن تابع لجمعية اه يعني تابع ل يعني دولية او تابع انا اعرف. انا انا عارف. واغرب الجمعيات الدولية بتهتم بمسا هذه الاشياء. انا بتكلم على منهجية عمل. اه نعم منهجية يعني منهجية العمل في آسام في مكاتب متخصصة. بعض المكاتب متخصصة في طبعا انا لا اعمل في آسام. ولكن انا على اطلاع في عمل اخر في آسام في بعض المراكز الاجتماعية او في مكتب الاجتماعي الخاص بالمشكلات الاجتماعية البسيطة. في مكتب الدعم النفسي. اه هذا يعني عندما تصل الحالات الى يعني مستوى اه تحتاج الى تدخل طبيب نفسك. اه 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 انت بقى حضرتك. انت حضرتك بتكلمي عن المرض النفسي العضوي. اه نعم. يعني حدث. انا متكلم على فكر فكر في بناء نسيق جمعية. نعم. عشان وحنا بنعمل. عشان وحنا بنعمل اي مشروع يكون في الفكر ده. ان غالبية من نتعامل معهم من خمس سبين خمس سبين في المية. عندهم مشاكل نفسية. فلذلك لما بنيجي نصمر المشاريع يا استاذة اميرة واخونا اللي كان بيسألك او حط التعليق ده. اه لما بنصمم مشاريعنا بنصممها بشراكة مع وحدة الدعم النفسي. من الاول. يبقى او انا بكلم عن مشروع في التنمية او في العمل اللي هو ايه? العمل اللي هو التربوي او العمل التعليمي او العمل اللي هو اعوز بالله مشاكل التنموي او النظر. ليه كيفية تنفيذ المشاريع دي كلها? ده بيختلف تماما عن انك انت عندك عيادة او عندك مستشفى او عندك وحدة للعلاج النفسي. تختلف دي تختلف عندي. انا بكلم من اول تصميم المشروع. نعم بكلم. وانا او بارك كل انت اعطيه. نعم. في في الاخر تقول انه اسام هو اه طبعا دعم اوربي بقيادة فريق سوري. اه في سؤال من محمد قاسم علي مصلح. هل ينفع انشاء دورات او مراكز لدعم النفسي لايام او لاسبوع? يعني تكون فترة قليلة فقط. ممكن. كل شيء جايزة اخ محمد. على حسب الامكانيات. زيك انا قلت على حسب الامكانيات. يعني احنا معنا في اخت انا شفت بتعمل تعليق اسمها نجلاء. يعني لو كان عندها تعليق او حاجة زي كبه هو. في يعني على حسب امكانياتك تعمل ورشة عمل. تعمل قسم توظف طبيب. انا مش بقول ان انا بقول الكلام بتاعي يعني هو قرآن منزل. لا بالعكس انا بدي فكرة. احنا بنحاول نضعها. ليه? بناء على ايه? بناء على عدد المتضررين نفسيا في الاماكن اللي احنا عايشين فيها. ففي كل شيء داخل المؤسسة كبيرة. يعني مثلا انا اتكلم ندأتك اعمل مين? مثلا يا اخت اميرة. اعملوا الوطن. عندها امكانيات. اعملوا العطاء. عندها امكانيات. اعملوا المؤسسات الكبيرة. عندها امكانيات. لا تستطيع انها توظف طبيب نفسي. او توظف كذا. او او تتعامل مع المتخصصين في مثل هذا المجال. علشان يكون في منهجية عمل مؤسسات الكبرى. لها ميزانيات ضخمة ومحترمة الى اخير الى اخير. اقولوا مثلا الاجتماسة الاسلامية في بيطانيا في ربا. اقولوا الهيومن ابيل. اقولوا الجماعة دول كلهم. اقولوا الوقت الخارية. اقولوا هذه الخارية العالمية. لان دول عندهم الامكانيات المادية. اما انهم يدعموا مؤسسات. هكذا. او هما ينشئوا هذه الوحدات اللي هي بتدخل سكل علاج المشروع نفسيا. دكتور قطيبة بالامكان تشارك مشاركة صوتية لو سمحت. يعني عندهم سؤال اذا احببت ان تشارك دكتور. اه ممكن. عيدك افتح لكل. وفي برضك الاخت نجلة عادة تتعلم من مداخلة. تفضل دكتور. اياهم. تفضل دكتور. افتح للمات لو. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام. الله يسلمكم. انا السؤال بعدتو كتابة بكل الاحوال. دكتور هاني عندي سؤال يعني. تعرف حضرتك اكثر الناس يعني اللي بتعرضوا لضغوط نفسية هم العاملين الانسانيين بحد ذاتهم. ضغط المجتمع. ضغط الناس. العمل في ظروف الحرب. قتل. اختيال اعتقال. اتهام دائم بالسرقة واللصوصية وال. فانا ارى يعني بتشكيل وحدة خاصة يعني بالدعم نفسي للمغزفين. لانو اعرف كثير من المغزفين الانسانيين عندهم مشاكل. نعم. وضغوط كبيرة جدا. جزاك الله خير. نعم. جزاك الله خير. موافع معك دكتور. اخت نجلة. شكرا جزيلا دكتور. استاذ نجلة. ممكن استاذة ترفع لك. ما وجدت الاسم دكتور. طب خلاص. طب شو بقيت التعليقات اللي عندي. او الاسئلة. طبعا انا بس حاضرة بمسألة بتاع الدعم النفس العاملين ده. كل مؤسسات دولية دلوقتي. ما بتقعالش حد. يعني مثلا منطقة زي اليمن. اللي لا تختلف كتير عن سوريا. ما بيجعلوش اي عامل دولي. يوجد في داخل اليمن اكتر من 13. ما بين شرين 13. علشان الكلام اللي قال عليه الدكتور قطيبة. اي دي نجلة بتقولي 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 كيش ما لقيت اليد. خلاص خليت افتح المايك نعم. نعم اي. خلاص لكم مسألة خير. الله عطيكم العافية. انا اسفة كتير. ايو. معاكم نجلة الشيخ. اه مؤسسة منظمة كريمات لدعم وتمكين المرأة والطفل. اه نحنا بنشتغل بالجنوب التركي. اواش دكتور هاني شكرا كتير كتير. او كتير شكرا على شي اللي بتقدمو. نحنا في عنا مثل اه بالشام يقول يخز العين عنك متل زبدية الصيني كيف ما مررنك بترن. والله ما انا عارف انت بتقولي بس كويس. لا انت عارف انت عارف. انت اكتر الناس خبير بالسوريين. اخز العين عنك. انا بدي احكي عن فكرتك الرائعة وياريت هي تتعمم. ما شاء الله عنك انت دائما محاضراتك بكافة انحاء العالم. وياريت تصلت الضوء على هذا الامر انه المراكز المجتمعية خلينا نسميها او وحدة الدعم النفسي. ومتل ما قال الاخ اللي قابلي انه. معناتها بكل المراكز المجتمعية لازم يكون في وحدة الدعم نفسي طبعا انا من خلال خبرتي البسيطة انا اصلي عشر سنين بشتغل بالمجال الانساني. فانا ما بشوف انه اي عمل الا بيحتاجه برامج دعم نفسي. الدكتور حكى وصاد وفصل كثير عن الفئات اللي لازم تاخد دعم نفسي. ويمكن نسي ان العاملين اللي بيشتغلوا بالشأن الانساني هنن اكتر الناس بحاجة لبرامج الدعم النفسي. فلهذا السبب يعني احنا عنا مركز اجتماعي في كليس بيشتغل على تمكين المرأة اقتصاديا ومعرفيا ومنعمل برامج توعية قانونية. وحتى في إلنا في الداخل في إدلب كان ومنقصة في المركز. وفي عنا حاليا هلنا عم نأسس مركز بإعزاز. ما ممكن بناء او تغيير المسارات اللي نحن مرينا فيها ان كان كوارث ولا ان كان حروب ولا ان كان ثورات ولا ان كان اي شي بدون وجود برامج الدعم النفسي. المبنى اللي حضرتك عم تكي عنه او المركز او الوحدة خلينا نسميها قلت انه هي بحاجة لطبيب نفسي ولا بس في شغلتين كمان نحن لازم ما ننساه هون بهاي الوحدة هو الارشاد النفسي. يعني مساعد الطبيب هو لازم يكون مرشد نفسي وكمان اضافة الى ارشاد اسري من اجل الاصلاح الاسري. هذول التخصصات لازم يكونوا موجودين دائما بالمراكز. بالاضافة لازم يكون فيه فريق تجوال من اجل الوصول الاكبر. لحد الان نحن عنا اشكالية الوصمة وانه نحن ما منقدر نروح لعند اي حدا يعني او الطبيب النفسي لانه نحن نفكر حالنا الطبيب النفسي فقط للمجانين. فالفريق التجوال مثل ما نحن هلأ بمنظمتنا. نحن عنا وصول كتير كبير بكلاس بس ما عم نقدر نوصل للنساء المصابات الحقيقيات اللي هن اصحاب الحالات الخاصة مثل ما كنا نحكي انا وحضرتك دكتور. فنحن دربنا فريق تجوال من اجل الوصول من اجل تسهيل وتبسيط المعلومة من اجل انه اوكي اللي بيكون عنده اقترابات نفسية مو شرط انه هو يكون مجنون. انا ما رح طول عليكم. وكمان في فكرة تانية كتير مهمة انه نحن لبرامج توعية. لدعم فكرة برامج الدعم النفسي لازالة فكرة. انا بالداخل السوري كلمة مننزل لليوم. لساتهم في كتير فيئة كبيرة من المجتمع ما انا متقبلة فكرة الدعم النفسي لانه الساتب عندها هاي الوصمة. فنشر الوعي كتير مهم. برامج التمكين كتير مهمة. بالاضافة انه لازم يكون المركز آمن ومريح. شكرا. شكرا. اوكرا. انا بس بدي اذكر نقطة لو تتكرم علي بس كمان يعني حضرتك لازم دائما تغنية بكل المحاضرات لعلك لعلك تكون صوت ما نحن العاملين مش الإنسان. انه ما زال الدعم ببرامج الدعم النفسي درجة ثالثة. ما بياخد الدرجة الأولى ابدا. ما زلنا نحن عم نشتغل على البرامج الدعم الإغاثي لساتنا ببرامج التعليم. ولليوم ما عم نعطي أهمية أبدا للبرامج. يعني انت بتقدم لعشرين جهة العشرين جهة. مشروع دعم نفسي لتدريب فرق جوالي. بس لتوعية عن الزواج المبكر اللي هلأ نحن بلشت تطلع ضراره في كليس بسبب جائحة كورونا وبسبب الفقر اللي صار. ما حدا بدعم بيقول الاولوية هي للصلاة للإغاثية. وشكرا. وطبعا من الجانب الاوروبي او الدعم الاجنبي. الاولوية لون البرامج دي هلأ درجة وشكرا كتير. شكرا شكرا. طبعا بالنسبة للتعليقات حضرتك فصلت كتير جدا في البرنامج نفسه. احنا بس عين نبدأ اولا وخطوة واحدة. انا ما احبتش ان انا اوسع وطول عنكم اكتر من الساعة دي لان يعني قطرة الكلام بينسي بعضوه البعض. لكن احنا نتكلم عن الاهمية. لو احنا اقتناعنا بالاهمية يبقى نعمل حاجة اسمها ايه اللي اللي هو المناصرة لمثل هذا الموضوع. لي مش فقط يا اخت نجلا الدعم النفسي درجة ثالثة. الابحاث درجة رابعة. الدراسات درجة خامسة. التأهيل درجة ستة. يعني انا تعبت جدا من عقلية. حتى عقلية غربية. اللي بتقولك ده اكل ده فلوس الاكل بس. لانه هو السرعة الغذائية الى اخير. سواء كان عقلية شرقية او عقلية ايه غربية. وده اللي الناس كلها بتتعاطف معاها. لكن يعني مسلا حضرة بمسلا عشان يكون مواضح ويكون رابطه قبل كده. في الحرب الكورية في الخمسينات كان في المخيم دكتور. كما عارفش اكيد بعضوك سمع المثل ده انا قلته قبل كده. فكان فيه بنت تغيرها في بسم الله ما شاء الله يعني في سنك وكده. كل شيء تخش له. يعني يقول له انا عندي مشكلة. لا طب استنى استنى. لا شايف انها ستة كبيرة. ولا شايف انها عندها كسر في ايدها ولا مش عارف كزا ولا جرح ولا. يوم واثنين والثالث والرابع والخامس البنت انتحرت. دي قصة معروفة جدا. لقوها انها اغتصبت. كنت عادة تقعد مع الدكتور عشان تشرح له ازمتها النفسية ازاي. الدكتوري كان منشغل بحاجات تانية. بس مش فقط الدعم النفسي يا وقت. الابحاث اللي حتخلينا ندعم الدعم النفسي ما بندفعش فيها فلوس. الفكرة ما ندفعش فيها فلوس. كل الحاجات. كل الامواق اللي بتجينا مغلفة دي ما انا قلت في محاضرة بالثقافة والفكر والفلسفة والقيم والتاريخ والعقيدة بتاعت المانح. وبناخدها. وبنتنازل عن قيمنا الاخر. شوفي بعض التعليقات اللي عندك يا اخت اميرة. عشان برضك لو في بعض الجماعات عندها. انا فقط اريد ان اعرج بالنسبة للاضطهاد وبالنسبة للموضوع الخاص بالدعم النفسي. لا نقف امام القضية السورية فقط يعني. لا لا انا الدعم النفسي في القضية الافغانية يعني انا حزب بنفسي في احدى جمسات انه نحن ما ما وجدنا امرأة تتكلم عن القضية قضية هام جدا في 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 المجتمع الانساني. انا 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 ا تختارها سامع المرأة السورية. نعم. يعني المعاناة اللي بتعنيها اليمن مش من النهاردة. اليمن فيها يمكن خوالي خمستاشر مليون محتاجين لمساعدة غذائية اكثر. غير القصف غير كذا غير كذا غير كذا غير كذا غير التجويع غير الفقر غير كل هذه الاشياء. يعني اليمن لا تختلف تماما. ابدا. وطبعا بتشيل الشيء دي كلها المستشفيات. مافيش. انا روحت كنت في 2017 هناك. المستشفى الثورة لما قبل ما يكتشفوا او ما يعلنوا مش ما يكتشفوا. قبل ما يعلنوا عن الكولرة هناك في اليمن. اللساء والاطفال اللي كانوا واحدين المحليل في ايديهم. كان مين على الارض. ما كانش فيه سراير. كانش فيه علاج. ده في 17. في مالك في 22. مالك في 15. مالك في 16. روحنا المستشفى الحديدة كان اسوأ. فيش امكانيات خالص. خالص. الموانئ كان شبه مغلقة. الى الان. الدخول الخروج منها صعب. ده على اليمن كيمن ككل. مثلا بعض الدور التانية ممكن يكون فيه اماكن فيها مفتوحة. المرأة في افغانستان زي ما تكلمتي. يعني. دي تعتبر وصمة عارف الامة الاسلامية كلها. سواء كان في اليمن او في سوريا. او في اي مكان. او في افغانستان او في اي مكان. او حتى احنا ايه. بالنسبة حتى للأوكرانيين. او الناس اللي انت عايقين في افريقيا الاخر. من بشر زينا. ليس منقفش جنبهم. لكن احنا نتكلم عنه دلوقتي يا اوخت. اوخت نجلقنا حتى بعض التعليقات. الحل. الحل ان احنا نرفع الوعي. نقول للجماعيات ارجوكم. اعرفوا انه بتأكروا واحد مريض. والاكل مش هيعالجه. بتأكروا واحدة مريضة. والاكل مش هيعالجها. بتأكروا واحدة خارجة ممعتقدة ممكن تبتكلم مع بنتي من بناتي بعد الظهرية. النهاردة الظهرية. فبتقول لي حتى المعتقلة بتخرج. نازلة المجتمع عليها النازلة الدونية. ليه? اعملت ايه? يعني عشان امرأة يعني. مستجنت. يبقى خلاص. يبقى خلاص يعني ركوبة للناس كلها. دي عقلية مجتمع. عقلية مجتمع متخلف. بدلا ما انا اخي اي اخت في الداخل والخارج ادعمها نفسيا. اي طفل خارج. يعني بيغتصبوا الشباب في السجون والمعتقلات. وانا عارفيني الكلام ده. الراجل ده ما بيخرج من بقر من هناك. هنعمل في ايه? فلا بدي رفع الوعي. عشان نقول للناس زي ما احنا بنأكل. عاديين ندعم هؤلاء نفسيا. الاكل مش هيحل لكل حاجة. الكفالات الايتام مش هيحل لكل حاجة المساكن. لان انا بأكل مرضى. انا عايز اعالج المريض ده. واشوف سبب مرضو ايه? وابتني بقى اعالج الامور من جدورها. لو توفر المال لينا. زي ما الاختنا جدا كان بتتكلم. فضال يا اخت اميرة. يقول الاخ بشار القادر. دكتور من الواجد تسقيط الضوء لنشر مراكز التعليم والاهتمام بالتسقيط في العام. حسب معينتنا للواقع الاهتمام بالتعليم وغير الواقع المجتمعي نحو الأفضل. ويجعل المجتمع مفيدا لان الجهل هو السبب الرئيس لفساد المجتمعات وليس الفقر. المجتمعات لا يجب ان تعتمد على الإغاثة للبقاء. بل يجب العمل على تغيير يعني تغيير الموضوع او تغيير واقع المريض لأغلب المجتمعات. يعني يتحدث عن الاتدامة المالية اظن الاتدامة البشرية في الجانب الانساني والعمل. انا وافق مع المياه في المياه. يعني يعني انا موافق مع المياه جدا والله خير. يعني التعليم بكافة انواعه. كان تعليم اللي هو التقليدي بتاعنا او تعليم المهني او التعليم الحرفي الى الاخر. يعني التعليم اهم شيء في الحياة. احنا نرضي نتكلم عن الجمعيات اللي عندها امكانية لابد نتنظر ان المجتمع عليها بس ثلاث فدى خمس سابين لخمس سابين في المائنه عنده مشاكل نفسي. مشاكل نفسي. في محمد القاسم علي مصلح نتمنى من جميع المشاركين عقد شراكة بين الجو رفع نسب الاحتياج. وصف واحد وصد الاحتياجات للجميع. يا جزاو الله خير يا سلام. انا اقبع. انا ببعث لك قبلة على راسك. تفضل. الشراكة. ويقول ما اخرج من الدورة وقد بنينا عطي الشراكة. شوف شوف يا اخت اميرة. التواصل. التعاون. التكامل. الشراكة. فرد عين. ده رأيي الشخصي. خلاص ما حاتش اقل شغل واحدة. حتى مؤسسة عندها مئة مليون. ومثلين مليون. المشاكل اللي في اي مجتمع بمليارات. هتتحل في سنين. مش هتحلها لا حكومة واحدة ولا مؤسسة واحدة. لو لان انت وانت بتبني في مسيرة الحل في واحدة قدامك بيهد. او من شوفي تكافظ بيننا وبعض. مش هنعرف اللي بيهد. واحنا بنبني. او اللي بيفسد واحنا بنصلح. او اللي بيغوي واحنا بنهدي. موجودين من بني قلداتنا. نعم. فضالي. في الأخ المهندس فواز الحمر يقول هناك قضية المرضى في الحروب. يعني هو هو يتكلم للأسف يعني انا اكثر شريحة آلمتني وتعاملت معها بشكل يعني شخصي هي الكلام اللي بيتحدث عنه الاخ المصابين اصابات حرب. اه دي حانة دانية كمان. يعني يتم يتم المصابين اصابات حرب معالجتهم بشكل جسدي. حتى للأمانة يعني كثير من المصابين لم يحصلوا على فرص العلاج الى الان في حالات وصفات لم تتلقى علاج طبي الى الان. نعم. نعم. يعني الى جانب العلاج الطبي شبعي يردف الجانب الدعم النفي لهؤلاء الاشخاص. وخاصة يعني المصابين اصابة بتر او عندهم بتر يعني هالذول وضعهم سيء جدا في مناطق الحروب للأمانة. نعم. نعم. ده. يعني اكثر شريحة هسا يا دكتور. يعني خليني اقول المعتقلين والمعتقلات يعني او المحررات من الاخوات والمعتقلين. تم شوي يعني العمل بالجانب الدعم النفسي عندهم. يعني بعض البرامج اللي طبقت وتم يعني تم تنفيذها بشكل واقعي. اما المصابين اصابة حروب انا ما شبت ولا منظمة للأسف يعني ولا منظمة من المنظمات. الا انه تعملون فقط دور ايواء ممكن يحبطون لفترة اكل وشرب وهكذا. اما دعم النفسي كتير موضوع قليل. نعم مزبوط. فدي مشكلتنا نرجع مرة تانية اخرى. مشكلة المانح اللي بيفرض شريطه علينا. مشكلة المؤسسة اللي مفروض تنضم وتنضج وتعرف حاجة المجتمع ايه. ده كان عندي مثلا عشرين الف او خمسين الف او ميت الف اه مصاب اصابات معيقة. طبعا ده حيصبحوا عالي عن المجتمع. مش فقط اننا عليكم يحصل تأهيل ليهم. هنا في قانون هنا بيقول ان عشرة في المية من الموظفين يكونوا من اصحاب الاحتياجات خاصة. في المؤسسات في اوروبا. في امريكا. وعندنا بريطانيا. عشرة في المية. بتكون انت ملزمة بيها. فعنا بنقول ان المانح يا مانح ان نتوصل اليك. اعرف ان ده زي ده زي ده زي ده. يعني يقول لك ايه. طب انا ليه بقى حدعمه ما هو اصريجيوس الاطعة. الى اخرة. فبالتالي لابد احنا نتكتف مع بعض زي اخونا ما قالنا نتشارك. ونتواصل علشان نرفع وعي المانح. من غير رفع وعي المانح. مش هنقدر نغير ثقافة المؤسسات اللي بنكاف. وكذلك وعي المخائمين عن المؤسسات. انها تخش في هذا المجال كذلك. فضل يا اخت. الاخت تتحدث عن مركز في اعزاز لمعالجة مصابين للحرب ودعمهم نفسيا في بدعم من اطباء عبر القارات. ولكن نحن نتحدث عن الاغلب دكتور يعني الاغلب الفئات الاغلب يعني والاكثر تضرورا هي فئة المصابين. نعم. فقط يعني الان الاسئلة لا يجرس سعر. ولكن فقط احب ان اعلق على مشكلة انا واجهتني في اه عند زيارة احد المخيمات. في طفل هو من المتسربين الى من المدرس يعني. فانا سألته انت او من العاملين هو يعمل ليعيل قسم يعني جزء من مصروف قصرته. فانا سألته انت ماذا تفعل فقاله الاستاذي انا لما كون عندي فراغ روح اسقي القبور باخذ هيك يعني مقدار بسيط من الناس بعطيني حتى يعني يجيب خبز لعائل في فانا كتير اثر يعني كتير المني هذا الموضوع. نعم. يعني هذا الطفل او هذا اليافع. خلينا اقول فئة اليافعين انه نحن لازم لازم نركز عليهم. نعم. تعليميا ثقافيا نفسيا شوف وضع وضع اسرهم. يعني نتابع الاسرة كمان. يعني ما يحتاج فقط انا ركز على الجانب النفسي بالدعم الدعم الاسري او الدعم عفوا الدعم الفردي. لازم انا اعمل دعم ايضا للأسرة. لانه هي مشكلة يعني. مشكلة الحرب. نعم. والاثار المترتبة. الاثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الحروب. هاي تحتاج يعني عمل وجهد جميع المنظمات وجميع المؤسسات في العمل الخير والانساني في هذا الموضوع. نعم. لذلك اصبح الزامن علينا ان احنا نربي كوادر مهنية تستطيع ان تدير هذه الجمعيات. او تنشئ الجمعيات. يكونوا عن دوم سكرة. هما بيشتغل ازاي. مش اي حد كده بالعاطفة. اشتغل. نعم دكتور. مسحينا. صحيح بس. شكريني كل الناس ان شاء الله. والمحاضر الثاني يوم الدين. ان شاء الله بعون الله. شكرا جزيلا لك. جزاك الله خيرا دكتور هاني. شكرا جزاك الله خيرا يا هاجر. استاذ هاجر. شكرا جزيلا لك على هذا التمييز ما شاء الله. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.